من time of exam july 2021 problem six a ball of mass m equals 0.2 killogaram is released from a height h equals 20 meters above the ground it hits the ground with a speed 12 meter per second find the average force of الريزيستنس اجزيرتد وندا بول دورن اتس موشن. يبقى عندنا كرة. سقطت من ارتفاع توينتي ميترز. وصلت للارض بسرعة دولف ميتر برساكند. الفي عند اعلى نقطة. عمل في وان مثلا اكولز زيرو. الفي تو اكولز تولف ميتر بير ساكند. الارتفاع توينتي ميترز. وهي نزلة في فريكشن فورس بتعكسها. نطبق كيناتك انرجي بين التو بوزيشنز. نقول كيناتك انرجي في البوزيشن وان بلس البوتينشال انرجي بوزيشن وان. زائد اي وورك نتيجة فورس او فريكشن. في عندنا كأنه فريكشن. كناتك انرجي تو بلس بوتينشال انرجي تو. الفي وان اكولز زيرو. فكل القيمة زيرو. في الفاينال مافيش بوتينشال انرجي لان الاتش تو اكولز زيرو. فالقيمة كلها زيرو. الباقي موجود. بوتينشال انرجي وان ام جي اتش وان. الورك هو نيجاتيف. فمينس اف ار. في رزيستنز. مضروبة في الهيط. نحن نقول مضروبة في الديستنز. اللي هو الهيط اللي هو تونتي متر. اكولز. هاف. ام. الفي تو سكوير. الام بوينت تو. الجي ناين بوينت ايد. الهايط تونتي. مينس. الاف ار مطلوبة. والمسافة الديستنز هي توينتي ايضا. هاف. بوينت تو. والسرعة هي تويلف سكوير. اذا الاف ار اكولز. طبعا يطلع ناتك بالنيوتن. هضرب بوينت تو في ناين بوينت ايت في توينتي. مينس. هاف بوينت تو في تويلف. اداني نتيجة. هاقسم على توينتي. طلعي الجواب. وان بوينت تو فور. نيوتنز. تطبيق مباشر. معادلة واحدة قدرنا نجيب منها الفريكشن فورس.